ومشاهدين ننتقل وإياكم إلى العاصمة العراقية بغداد وتحديدا مطار بغداد الدولي وهذه الصور المباشرة التي نشاهدها الآن ويبدو أن الحركة الطبيعية كما ذكرت مصادر من داخل بغداد وأيضا كما ذكر مراسلنا حركة الطيران طبيعية وكما ذكر مراسلنا أيضا أن حركة المسافرين طبيعية لكن هناك استنكار من قبل المسافرين وعامة الشارع العراقي لمثل هكذا هجمات خاصة وأنها تكررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية إذن كما نشاهد مشاهدين هذه الصور مباشرة وخاصة وحصرية لقناة الحدث من داخل مطار بغداد الدولي أيضا نذكر مشاهدين أن خلية الإعلام الأمني ذكرت قبل إعلام بيانها الختامي حول التحقيقات بهذا الخصوص أنها توصلت إلى خيوط لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل وبانتظار بيان خلية الإعلام الأمني خلال الساعات ولربما الدقائق القليلة المقبلة اشتركوا في القناة